اهلا بكم مشاهدين الكرام في النشرة المفصلة للأخبار من قناتكم نستئل هذه النشرة بآخر تطورات الوضع في السودان فقد قتل تسعة وثلاثون شخصا على الأقل في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور جراء القصف الذي طال منازل المواطنين في المعارك الدائرة في السودان بين الجيش وقوة الدعم السريع منذ أكثر من أربعة أشهر وتعد نيالا من أكثر المدن التي تتركز بها المعارك في إقليم دارفور في غرب البلاد حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم نحو ثمانية واربعين مليون نسمة والأمم المتحدة كانت قد أفادت في تقرير أن حدة الاشتباكات في نيالا خلفت منذ الحد عشر من غشت ستين قتيلا ومائتين وخمسين جريحا وخمسين ألف نازح في السياق توجه قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان إلى مصر من مدينة بورت سودان في زيارة هي الأولى له خارج البلاد منذ بدء الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع قبل أكثر من أربعة أشهر ردوان مستقيم في زيارة هي الأولى له خارج البلاد منذ بدء الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع قبل أكثر من أربعة أشهر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يصل إلى مطار مدينة العالمين الساحلية في شمال مصر حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئاسة المصرية قالت في بيان لها إن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن البلاد على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ويصون مصالح الشعب السوداني وتطلعاته نحو المستقبل وعرضت مصر التوسط بين الأطراف المتنازعة في السودان في سلسلة من الجهود الدولية لمنع حرب أهلية طويلة الأمد وتفاقم الأزمة الإنسانية نفتح الآن الملف الروسي الأوكراني حيث قالت أوكرانيا إن قوتها تخترق خطوط الدفاع الروسية قرب قرية الروبوتين الواقعة على الجبهة الجنوبية تقرير لي السوكينة مسوية تكثف أوكرانيا من ضغطها على خطوط الدفاع الروسية الموجودة في الجبهة الجنوبية وتتحدث عن تحقيق مكاسب في اتجاه قرية روبوتين التي أعلنت استعادة السيطرة عليها يوم أمس الجيش الأوكراني يؤكد تمكن قواته من استعادة بعض القرى والمناطق مشيرا إلى أن القوات تلتزم بمهامها بشكل جيد وتتمكن من صد الهجمات الروسية على محور الجبهة المستهدفة مؤكدا أن هجماته باتت تمثل إزعاجا للقوات الروسية الموجودة هناك ومع استعادة السيطرة على روبوتين يأمل الجيش الأوكراني في مزيد من التقدم على مستوى الجبهة الجنوبية في المقابل تؤكد روسيا تبوث أقدامها أمام الهجوم الأوكراني المداد حيث أعلنت القوات المسلحة الروسية قصف مستودعات مخصصة لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية تابعة للقوات الأوكرانية قرب خيرسون هذا بالإضافة إلى إحباط هجمات أوكرانية عديدة هذا وأفاد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي بأن الدستور لا يبيح إجراء الانتخابات في البلاد وهي في ظل الأحكام العرفية المفروضة وحالة التوارئ مبينا أن المانع القانوني يتمثل في صعوبة إجراء تلك الانتخابات تقرير لأردوان مستقيم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي قال ردا على دعوات أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع للإعلان عن الانتخابات المقبلة إن التصويت يمكن أن يتم في زمن الحرب إذا تقسم الشركاء التكلفة ووافق المشرعون وتوجه الجميع إلى صناديق الاقتراع لا يمكن إجراء الانتخابات حاليا في أوكرانيا بمجب الأحكام العرفية والتي يجب تمديدها كل تسعين يوما ومن المقرر أن تنتهي في الخامس عشر من نوامبر بعد الموعد الطبيعي للانتخابات البرلمانية في أكتوبر ولكن قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى عادة في مارس من العام المقبل وخطى ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رحالهم في كييف الأسبوع الماضي ويتعلق الأمر بالديمقراطيين إليزابيث وورن وريتشارد بلومينثال والجمهوري لينسي جراهام هذا الأخير الذي أثنى على معركة كييف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكنه قال إن البلاد بحاجة إلى إظهار أنها مختلفة من خلال إجراء الانتخابات في زمن الخرب سفينة شحن ثانية أبحرت من أوكرانيا ووصلت إلى إسطنبول رغم الحصار الروسي وذلك بعد انتهاء اتفاق الحبوب من جانبها قللت موسكو التي تهدد بمهاجمة أي سفينة تمر من أوكرانيا عبر البحر الأسود قللت من أهمية عبور هذه السفينة رغم الحصار الروسي وصلت إلى إسطنبول سفينة شحن ثانية أبحرت من أوكرانيا عبر ممر مؤقت بعد انتهاء اتفاق الحبوب الكريملين قلل من أهمية عبور السفينة وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسمه إن عبور سفينة ثانية من أوكرانيا عبر ممر مؤقت بالبحر الأسود ليس له علاقة بأفاق تتعلق بإبرام اتفاق حبوب جديد يشمل روسيا في وقت سابق كانت روسيا تهدد بمهاجمة السفن المغادرة من أوكرانيا في البحر الأسود منذ أن أنهت في يونيو الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها ومطلع شهر غوشت أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه سفينة شحن تابعة لشركة تركية متجهة إلى ميناء إسماعيل على نهر الدانوب في جنوب أوكرانيا المتحدث الروسي ديسكوف جدد في إفادة إن احتمالات إحياء اتفاق الحبوب تعتمد على وفاء الغرب بتعهداته لموسكو فيما يخص صدرات الحبوب والأسمدة الروسية وسبق للرئيس الروسي بوتين أن أشار إلى أنه لا تتم تلبية شروط الاتفاق نظرا لأن الدول الغربية لم تلتزم بوعودها تجاه بلاده في أخبار الكوارثي الطبيعية أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن العاصفة الاستوائية إيداليا التي تشكلت في خليج المكسيك يرتقب أن تتحول إلى عصار قد يهدد سواحل فلوريدا انطلاقا من اليوم المزيد من التفاصيل معك وليد حميدي علوي يرتقب أن تتحول العاصفة الاستوائية إيداليا التي تشكلت في خليج المكسيك إلى إعصار يهدد سواحل فلوريدا حسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية وحسب المصادر ذاتها فإن خبراء الأرصاد الجوية يقدرون أن تشتد قوة العاصفة الاستوائية في مياه خليج المكسيك الدافئة ومن المحتمل أن يشهد غرب فلوريدا أحوالا جوية قاسية وأشار المركز الوطني للأعاصير إلى أن إيداليا التي تهب على بعد حوالي 151 كم شرق وجنوب شرق المكسيك تتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 4.8 كم في الساعة وكان حاكم فلوريدا قد أعلن حالة الطوارئ في 33 مقاطعة حيث شرعت السلطات المحلية في إعداد موارد الاستجابة للعواصف مثل المركبات والقوارب كما حث قسم إدارة الطوارئ في فلوريدا كان الذين يتوفرون على مركبات على إبقاء خزانات الوقود الخاصة بهم نصف ممتلئة على الأقل في حالة أمر المسؤولون بأي عمليات إخلاء في موضوع آخر يشكل تلوث الهواء خطرا على صحة الإنسان في جميع أنحاء العالم يفوق التهديد الناتج عن التدخين واستهلاك الكحول وذلك وفق ما كشفت عنه دراسة نشرت نتائجها اليوم سكينا نسوية الفيروسات الفتاكة كثيرا ما نسمع عن مخاطرها على صحة الإنسان لكن وفقا لتقرير صادر عن معهد السياسات الطاقة بجامعة الشيكاغو إيبيك بشأن نوعية الهواء في العالم فإن أكبر تهديد خارجي لصحة الإنسان على هذا الكوكب هو تلوث الهواء فهو أكثر فتكا من التدخين ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض الرئة وأمراض القلب أو السكتة الدماغية أو السرطان بالإضافة إلى أن تلوث الهواء يؤدي إلى تقصير العمر بأكثر من عامين وذلك بحسب تقديرات توصل إليها معهد إيبيك ويرى التقرير أن خفض الجسيمات الدقيقة المنبعثة من السيارات والمصانع والحرائق سيتيح إطالة عمر كل شخص في جنوب آسيا المنطقة الأكثر تضررا من تلوث الهواء في العالم إلى جانب إفريقيا فبمجرد أن يدخل الهواء السام إلى رئتين يمكن أن يتسبب في العديد من المشكلات الصحية التي قد تضر جميع أعضاء الجسم اتفقت الصين والولايات المتحدة الأمريكية على تأسيس مجموعة عمل للسعي لإيجاد حلول لقضايا التجارة والاستثمار وتدفع المصالح التجارية الأمريكية في الصين قدما وفق ما أعلنت عنه وزارة التجارة في واشنطن تقرير صفي عثمان اتفقت الصين والولايات المتحدة على تأسيس مجموعة عمل جديدة لمناقشة جوانب التوتر في المسائل التجارية وفق ما أعلنت واشنطن واتفقت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو ونظيرها الصيني وانغ وينتاو خلال اجتماع في بيكين بأن مجموعة العمل ستجتمع مرتين سنويا على مستوى نواب الوزراء فيما ستستضيف الولايات المتحدة أول اجتماع مطلع العام 2024 وفق ما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة العمل تروم السعية لإيجاد حلول لقضايا التجارة والاستثمار وتعزيز المصالح التجارية الأمريكية في الصين وفق ما أعلنت الوزارة في واشنطن واجتمعت رايموندو مع نظيرها الصيني وانغ في بيكين حيث شددت على الأهمية البالغة لإقامة علاقة مستقرة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وتعد زيارة وزيرة التجارة الأمريكية الأخيرة ضمن سلسلة زيارات عالية المستوى قام بها مسؤولون أمريكيون إلى الصين في الشهور الأخيرة فيما تسعى واشنطن إلى تخفيف حدة التوتر في العلاقة مع بيكين سلمت هولندا سريلانكا سندات ملكية ستة كنوز أثرية من الحقبة الاستعمارية تابع التفاصيل فيما يخص هذا الموضوع معك سفية عثمان سلمت هولندا سريلانكا سندات ملكية ستة كنوز أثرية من الحقبة الاستعمارية من بينها مدفع برونزي من القرن الثامن عشر مرصع بالذهب والفدة والياقوت موجود حاليا في متحف ريكس ميوزيوم في أمستردام وقال مسؤولنا سريلانكيون إن نائب وزير الثقافة الهولندي جوناي أوسلو وقع الوثائق التي تثبت ملكية سريلانكا لهذه القطع خلال احتفال أقيم بمقر وزارة الثقافة السريلانكية في كولومبو وفي المقابل منح المتحف الوطني السريلانكي متحف ريكس ميوزيوم في أمستردام منحه الحق في الاحتفاظ بالكنوز إلى حين نقلها إلى كولومبو في شهر دجمبر ويأتي قرار إعادة القطع الأثرية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية إلى سريلانكا وإندونيسيا في أعقاب توصيات لجنة عينتها الحكومة الهولندية للتحقيق في عمليات الاستحواذ الهولندية غير القانونية خلال فترة الإمبراطورية الاستعمارية وكانت الجزيرة تحت الحكم البرتغالي من عام 1505 إلى عام 1658 قبل أن تقع تحت السيطرة الهولندية ثم أصبحت جزءا من الإمبراطورية الاستعمارية البريطانية قبل نيلها استقلالها عام 1948 في موضوع آخر مشاهدين أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية هذه المبادرة تؤكد الدور الرياضي الذي تلعبه مصر في دعم العلم والثقافة في البلاد وبلدان المنطقة بغية تشجيع السياحة التعليمية في أراضيها أعلنت مصر عدة تسهيلات للدارسين الأجانب حيث أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال مؤثمر صحفي المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية هذه المبادرة تشكل امتدادا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقت في مارس الماضي نحن داعمين للطلب الوافدين لكي يعيشوا في الحياة المصرية في الثقافة المصرية ويتمتع في الغواب المصرية إلى الرحلة التعليمية وأرجو بإطلاق هذه المبادرة إن شاء الله أنها تبع سالة كل وللنوافدين اللي نحن برضو بنرعاهم بنجيهم رعاية صحية كاملة رعاية اجتماعية وصحفية وطرفية ورياضية زي ما أطلقنا في محاور المبادرة بندعم فكرة إن يكون هناك سياحة تعليمية ولذلك تكتفت جميع جهود الدولة النهاردة على إرثاء مبدأ السياحة التعليمية ومبادرة مصر للسياحة التعليمية لجميع الشعوب العالم والدليل على ذلك وجود جميع الوزراء المعنيين بالسياحة في مصر سواء النقل أو الطيران أو السياحة أو الثقافة الطالب الوافد حسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيحصل على كافة الحقوق الخاصة بإقامته خلال مدة دراسته في مصر بواسطة التأشيرة التعليمية للطلاب الوافدين التي أطلقتها الوزارة في موضوع آخر تم بالقدس حياء دار القنصل داخل البلدة القديمة للقدس ليتحول بذلك إلى مركز ثقافي بعد سنوات قليلة من التجديد تقرير لي شيما باك المجمع القديم داخل مدينة القدس القديمة يتحول إلى مركز ثقافي بعد سنوات قليلة من التجديد دار القنصل الممتد على مساحة 2400 متر مربعة بجدرانه الحجرية القديمة التي كانت شاهدة على ثقافات مختلفة في المدينة القديمة عبر التاريخ يستضيف الآن للعروض والمعارض الفنية والبزارات والفعالية الثقافية كما يتوفر الطابق الأرضي من هذا المكان التاريخي على متحف ومكتبة ومطعم هي تحفة معمارية تعود إلى الحياة بعد قرابة ثلاثة قرون بتنظيم أنشطة ثقافية وأجواء البهجة والحياة التي عانقت حجارة دار القنصل نختم النشرة مشاهدنا الكرام من المغرب حيث تعتبر صناعة النحاس من أبرز الفنون الحرافية في المغرب كما أنها من أكثر الحرف اليدوية التقليدية التي تحتاج إلى حرفيين حقيقيين متمرسين في الحرفة حتى تخرج القطعة من بين أيديهم تحفة فنية تثير الإعجاب هي حرفة تقاوم الاندثارة في زمن الصناعات الجاهزة أو المستوردة النموذج من تارودانت معك ردوان مستقيم داخل ورشته بالمركب المندمج للصناعة التقليدية بمدخل مدينة تارودانت يجلس الصانع التقليدي نادر شلاح وسط صفائح نحاسية تنتظر دورها لتحولها أنامله إلى لوحة فنية باستخدام أقلام نقش فولادية تسمى المعون يرسم هذا الفنان المولع بالنحاسيات زخرفات هندسية على مسارات خطها مسبقاً بالاستعانة بمصطرة وبركار هذا حرفة هذه أرى حاجة من الطرات المغربية بالطبع تحسب من الطرات المغربية وحرفة أصيلة في المغرب بدأت هنا في 2007 كما قلت لكم والحمد لله شخم وحة تعلم هنا كنا صنع للتعلم من نهار جناحنا كنا هنا واحد جناحنا وشي ثلاثة صنع كنا جناحنا في ذلك الإبوك للمنتجات النحاسية مكانة الرمزية المهمة لدى ساكنة المدينة الذين يستعملونها في أواني البيت كما تساهم زخرفة تلك المنتجات ونقشها الفريد في إضفاء جمال على البيوت الرودانية عموما والمائدة خصوصا لكنها تقاوم الاندثار في زمن الصناعات الجاهزة أو المستوردة رغم ما يعني وهم جمع من الإكرهات التي تعرفها هي الأسعار المواد الأولية التي تعرفها من بعد هذه الكورونا ارتفعت هذه الأسعار تقريبا بالضعف المادة الأولية مما جعل أن الصنع اليوم تيرتفع تكلفة الربحين القسل يوم لذلك يعرفوا واحدة الصعوبة ولكن رغم ذلك الحمد لله اليوم القطاع كيعرفها الانتعاش بدأ كيعرفها الانتعاش فعلي يعني واحدة مجموعة مستمارات سياحية اللي عندها علاقة بهذه المنتجات تحتل صناعة النحاسيات بمدينة تارودانت مكانة مرموقة بين باقي الحرف التقليدية التي تزغر بها منذ القدم إذ تخافض الحرفة على هويتها كأحدى أبرز المهن اليدوية التقليدية وأكثرها جمالا وعراقا وبهذا مشاهدنا الكرام نوقع نهاية النشرة شكرا لكم على المتابعة والشكر موصول لكل زملاء إلى اللقاء